إذن حول دعوة الرئيس التركي رجل طيب أردوغان إلى أنشاء بنك الإسلامي نرحب بضيفنا هنا سيد جلال بكار الباحث الاقتصادية التركي أهلا بك معنا وكل عام وأنتم بخير شهر رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء شهر رمضان مبارك إن شاء الله لكم ولي أساد المشاهدين ولجميعنا وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أيام خير وبركة وانتهاء من هذا الوباء أو الأوبئة المكشوف منها والغير مكشوف وسامحنا في شهر رمضان لم نكربكم بماء ومشروبات ساخنة ونرجو أن يكون الحوار هذا نوعا ما في رمضان في برنامجنا طيب نبدأ إذن في موضوع دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء بنك إسلامي كبير وهذه الخطوة جاءت في اجتماع العاشر والقمة العاشر لمجموعة الدول الثمان الإسلامية هذه الفكرة قبل أن نغوص فيها بداية لو نعرج على ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي البنوك الإسلامية في أساسها هي تعتبر بنوك وفق الشريعة الإسلامية أي أن لا يمكن أن يكون مجال للربا أو النظام الربوي الاقتصادي الداخلي أن يعمل من خلال هذا البنك أما البنك الريعوي أو البنك الذي يعتمد على الفائدة والأرباح وإلى آخره هو بنك يدار من قبل الفائدة الأعلى ومن قبل كيفية تداول رؤوس الأموال بغض النظر عن نوعية العمل وكيفية مصدر الربح لهذا البنك هناك الاختلافات كبيرة جدا لكن في أساسها البنوك الإسلامية جميعها تعود إلى البنك المركزي والبنك المركزي يعود إلى الفدرالي الأمريكي والفدرالي الأمريكي يعود إلى تواصلات مع البنوك الأوروبية وإلى آخره أي أن الحفاظ على منظومة البنك الإسلامي كإسلاميا هي توقع بعيدة جدا يعني هناك في أساسها العقول لا يمكن الفصل بين البنك الإسلامي يعني من صح التعليم والبنك التقليدي لا يمكن الفصل بشكل مباشر أو بشكل 100% ما بين البنوك الإسلامية والبنوك الريعوية أو حتى الربوية اليوم ماذا يقصد الرئيس أردوغان في موضوع البنك الإسلامي؟ هل هو في مغذاه فعليا بنك أو هو تعاون أو هو قمة مشتركة قمة يجتمع عليها الدول الإسلامية والاقتصادات الدول الإسلامية اليوم ولأننا نعيش في عالم الكتل الاقتصادية التي تعمل على التحكم في الاقتصادات المتفرقة والاقتصادات المنفردة في اقتصادها وتعمل على إضعاف نقاط الضعف أكثر لكي تعمل على السيطرة على هذه الأنظمة الاقتصادية اليوم الاقتصادات الإسلامية للأسف جميعها تعاني لكن جميعها لديها الإمكانيات يعني اليوم ليس هناك بلد إسلامي لا يوجد فيه موارد محلية داخلية يستطيع من خلالها أن يستفيد وأن يصل إلى مرحلة النمو والازدهار الاقتصادي لكن للأسف اليوم التفرق والأفكار واختلاف الأفكار واختلاف النظريات هو من يجعل هذه البلدان تعيش فترة من الضعف وفترة من نقاط الضعف الغير متوازنة في ظل وجود الإمكانيات يعني اليوم نحن لدينا نوعين من الدول دول متفقة ومتكتلة اقتصاديا تعمل على استخدام الدول المتفرقة اقتصاديا لجعلها كأداة لتنفيذ الأجندات الاقتصادية الخارجية هذا اليوم ما ينقص الدول الإسلامية بالشكل العام اليوم نرى البنك المركزي الأوروبي في نهاية الأمر الدول الأوروبية جميعها ترجع إلى البنك المركزي الأوروبي في القرارات المفصلية على مستوى الاقتصادات الأوروبية أمريكا اقتصاديا وتكتلاتها الاقتصادية كولايات هي الولايات المتحدة أيضا لديها اتحاد اقتصادي ولديها البنك المركزي ولديها مجلس الشيوخ الذي من خلاله تصدر القرارات الاقتصادية اليوم لا نرى للأمة الإسلامية للأسف اليوم مركزية في اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يخص المسلمين وللأسف اليوم المسلمين بحوالي الاثنين مليار لا توجد لديهم منصة اقتصادية يستطيع من خلالها دعم الفكر الإسلامي في الأصول التجارية هذا يعني لا يمكن بفير هنا موضوع يعني بنك إسلامي كي نوضح أكثر هو يعني الرئيس أردوغان كان يدعي لمركزية أن يكون هناك كما تذكر منصة الكترونية إلى ماذا دعا بالتحديد الرئيس الترونية هي ليست فقط منصة الكترونية هي منصة لكي يستطيع من خلالها الجميع أن يتداول في التجارة ما بين الدول الإسلامية من خلال الأنظمة الإسلامية من دون الدخول إلى الفائدة وإلى التضخم وإلى القوانين والنصوص التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي العالمي والبنك الفدرالي الأمريكي يعني اليوم الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الكبرى هي قائمة على الفوائد وعلى الإدانة والاستدانة والربح فيما بينهما لكن اليوم الاقتصادات الإسلامية لا تقبل هذه الشروط لأن الاقتصادات الإسلامية لديها نصوص إسلامية من خلالها لا تستطيع ما طبيعة العلاقة بين العميل والبنك الإسلامي؟ العميل هو يتوجه بالعقود التي نص عليها البنك الإسلامي على أنه لديه توجه واضح في تعامل من خلال الاستثمار ومن خلال أليات الربح وأن لا يعطي ربح ثابت في كل عام لكن هناك نماذج مثل نماذج البنوك الإسلامية التركية لماذا هي تستطيع أن تعطي أرباح ثابتة كل عام؟ لأن لديها مشاريع استثمارية استراتيجية مع الحكومة التركية ممكن تذكر لنا من هي تلك البنوك؟ مثلا بنك الكويتورك أو بنك البركة وبنك الزراعات كتالم هناك الزراعات للدولة وهناك زراعات كتالم التشاركة كتالم هنا معنى تشاركية يعني التشاركة هو الذي ينطبق عليه نصوص الإسلام الاقتصادي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام لكن هذه البنوك بشكلها العام عقودها واضحة يعني أموالها نحن لا نعلم أين تذهب من خلال العقود لكن بتعاملاتها ما خلف الكواليس نحن لا نعلم ما بينها وما بين البنك المركزي وما بين البنوك الأوروبية لأن دائما هناك نقاط التقاء ما بين البنوك المحلية والبنوك الدولية تلتقي من خلالها مصالح مشتركة لا يستطيع البنك 100% أن يتحكم كنظام إسلامي ذا من فعي دائما هذه البنوك الإسلامية؟ هذه البنوك الإسلامية هي تضمن فقط الأرباح بطريقة دعائية أنها إسلامية لا أتوقع أن هناك بنك إسلامي حقيقي يعمل على إعطاء أرباح مضمونة خلال عام أو عامين أو ثلاثة إلا إذا شارك معك أيضا نسبة المخاطر في الخسارة هذا ما بين الفرق ما بين النظام الإسلامي والنظام الرعوي أو الربوي يعني اليوم البنوك الإسلامية في أساسها يجب أن تعمل على نظام الشراكة يعني الشريك المستثمر أو الشريك المساهم في هذه المشاريع ومن خلالها يتم الاستثمار هذا النظام موجود في تركيا كنظام استثمار هو موجود من خلال البنوك الإسلامية لكن كما ذكرت لا يمكن للبنوك الإسلامية 100% أن تأخذ الحرية الاقتصادية في التعاملات الدولية حتى اليوم على المستوى التجاري أو حتى على المستوى الربحي إلى أين وصلت العلاقات ما بين الدول الإسلامية في التعاون التجاري أو التعاونات على المستوى التجاري والاستراتيجي والمراكز الدراسية الاقتصادية وصلت الحجم التبادل إلى نهاية 2016 إلى حوالي 800% وثمانية وثلاثين مليار دولار كحجم تبادل مع النمو السنوي كان متوقع بحوالي 12% إلى يعني هذا بمعدل سنوي وهذا من دون الاقتصاد والأرقام هذا رقم ضخم أم كيف يتفسره؟ هذا رقم جيد جدا لأنه ليس هناك اتفاق نص على أليه هذه التعاملات أي أن الجميع يعمل لتطوير الجميع ولكن من دون نصوص ومن دون اتفاقيات يعني اليوم تركيا ماذا عانى تركيا اقتصاديا؟ أو النظام العالم اقتصاديا من ماذا يعاني؟ يعاني الاقتصاد العالمي بعدم حرية قبول الاتفاقات التجارية الحرة فيما بين الدول أي أن اليوم عندما تتكتل الدول الكبرى والتعامل بالعملات المحلية أيضا؟ هذا شق آخر لكن اليوم المسألة المعقدة جدا مثل على سبيل المثال بريطانيا عندما كانت ضمن الاتحاد الأوروبي حاولت أن توقع أكثر من أربع اتفاقيات مع تركيا إلى عام 2006 ولم تستطيع وهناك اتفاقية تسمى اتفاقية أنقرة هي هذه اتفاقية بريطانية تركية موجودة من عام 1991 تقريبا لكن لا يسمح التعامل من خلالها والآن أصبح هناك اتفاق بين تركيا وتركيا وتم إعادة نص هذه الاتفاقية ولكن بشروط واضحة وبنود واضحة للطرفين وضمان الحقوق لكن اليوم المؤسف أن الدول العربية كما ذكرت عندها نقاط قوة كبيرة جدا مثل العدد السكاني الخبرات اليد العاملة الموارد الداخلية الموارد الخارجية الموقع الجغرافي يعني لديها الكثير وإيضا الرئيس التركي طرح هذه الفكرة في القمة العاشرة لمجموعة دول الثماني الإسلامية نذكرها سريعا ونعرج عليها هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماريزيا وتركيا ومنغلادش لاحظ هنا تركيا ومصر ضمن هذه المجموعة ونحن نشهد علاقة ربما تقارب مصري تركي كم سيساعد ذلك في تحسين التعاون التجاري بين البلدين في بداية الأمر أن الاقتصاد اليوم يصلح السياسة والسياسة تصلح الاقتصاد يعني الأمر متبادل اليوم العلاقات المصرية التركية اقتصاديا هي أقوى علاقات منذ تاريخ البلدين إلى الآن يعني وصل حجم التبادل ما بين البلدين إلى أكثر من 4 مليار دولار لكن هذه تأتي من خلال الاحتياجات وليس من خلال الاتفاقيات والنصوص يعني هذا ما يؤلم الشعوب لكن عندما يكون لدينا نصوص واتفاقيات واضحة هنا يستطيع الشعوب أن تشعر بهذا النمو وتشعر بالازدهار يعني هنا باختصار هذه الفكرة اليوم من الرئيس التركي هي لتأطير آلية التعامل بين الدول الإسلامية هذا المشروع بنك إسلامي كبير وضخم هو نواة تشجيعية لكي يصبح هناك وعي اقتصادي لدى الشعوب لجذب أهمية هذا المشروع لإتمام مشروع اقتصادي إسلامي ذو نصوص إسلامية وأيضا من المرغوب في هذا التكتل أن لا يظهر على أنه تكتل لا يستطيع أن يحتوي أحد غير البلدان الإسلامية لكن لا يستطيع أن يكون اليد العليا في التفاوض إلا إذا كان تكتل في أساسه ونصوصه إسلاميا وهو يبقى منفتحا على تطور تدريجي مع الدول الأخرى من خلال الشروط والنصوص الواضحة في هذا الاتفاق وهنا دعني أتحدث في نهاية هذا الحوار حول فرص نجاح هذا المشروع بالفعل الذي طرحه الرئيس التركي ما فرص نجاح هذا المشروع؟ هذا المشروع الآن أنا أتوقع هو في نقطة قريبة ممكن أن يجتمع عليها الجميع أن الجميع يعاني من أزمات اليوم الأزمات دائما تخلق فرص للتفاوض مع الجميع اليوم ليس هناك دولة إسلامية كما ذكرت لا تعيش في أزمة اقتصادية حتى منها تركيا السعودية قطر نرى حجم التضخم ونرى حجم التداولات ونرى حجم الاستهلاك ونرى حجم متاعب الحياة ونرى مشقة الحياة من خلال اليوم النظام العالمي يعيش أزمة أزمة أين في البلدان التي تصنف هي بلدان الشرق الأوسط؟ بالذات اليوم أصبح المردود أقل أو المردود موجود لكن الاستهلاك أعلى واليوم أصبح حجم العمل أكبر ولا يستطيع من خلالها الشعب أن يشعر بالنمو أو الازدهار أو الوصول إلى منطقة الراحة الاقتصادية يعني حتى اليوم قيمة الألف دولار قيمة الألف دولار انخفضت منذ الثمانية عشر سنة إلى اليوم انخفضت بأكثر من ستة وخمسين بالمئة كقيمة شرائية يعني هذا ينذر أن اليوم الموظف أصبح لديه حجم أعمال أكثر ومردود أقل طيب استهلاك ومتطلبات أعلى يعني هذه جميعها عناصر تؤدي إلى أزمات داخلية لكن الادخار في البنوك التقليدية والربوية هناك الفائدة والربح من خلال تلك البنوك كما تعلم لكن بالنسبة للأمان والتعامل كعميل كيف يمكن إقناعه أن يدخل في هذه البنوك الإسلامية البنوك بشكل عام يجب أن ترجع إلى أصولها ولأي صناديق استثمارية تتبع يعني مثل الكويت ترك الكويت ترك هو لديه الصندوق الاستثماري الكويتي يعني الصندوق السيادي الكويتي هو ثاني أعلى أكبر صندوق في العالم كالصندوق استثماري يعني في نهاية الأمر عندما تريد أن تستثمر في قطاع البنوك يجب أن تبحث عن أصول هذه البنوك وأين يملك هذه الأصول وفي أي منطقة وهذا البنك في أي نوع من الأنواع يستثمر أمواله على الأقل لمدة خمس سنوات يعني هذا أقلها يجب أن يكون لديك هذه المعلومات ويجب أن تسأل على هذه المعلومات حسب قطاعات البنوك لكن البنوك الإسلامية في تركيا شهدت ارتفاعا في الفائض الاحتياط النقد الأجنبي أنا أتكلم الآن عن البنوك الإسلامية من القطاع الخاص وصلت إلى 3.4 مليار دولار خلال الست شهور الأخيرة من سنة 2020 وهذا خلال أزمة جائحة كورونا 3.4 مليار خلال جائحة كورونا؟ هذا فائض للبنوك الإسلامية هذا يدل أن البنوك الإسلامية في مرحلة نمو في تركيا ولكن هي تحتاج لبلورد هذا النمو من خلال نظام داخلي ومنصة داخلية وهل هذا مشجع ويساعد على أنجاح الفكرة فكرة الرئيس التركي أجب طيب أردوغا؟ طبعا هذا في نهاية الأمر هو سوف يعود عائد إيجابي للشعوب وبالمناسبة اليوم النقود والأموال هي مثل الأكسجين بالضبط إن لم تصرف في مكانها الصحيح لن تعود إليك في المكان الصحيح وسوف تستهلكك هذا ما يدعو إليه اليوم الرئيس أردوغان أن يكون لدينا استهلاك للنقود بالمكان الصحيح لكي يعود لدينا عائد صحيح وفي الزمان الصحيح يعني اليوم الجميع يعمل لكن لا نرى الجميع لديه وفرة اقتصادية لكن الأكثر لديه مشاكل اقتصادية مع أن حجم الأعمال أصبح أضخم ويأخذ منها الوقت بشكل أعلى وحجم اليوم التضخم وإلى آخره على الصعيد العالمي يعني اليوم التضخم على الصعيد العالمي من خلال 24 شهر أكثر من 14% ليس فقط في تركيا عالميا هذا يدل على أن الإلهاء الشعوب من خلال المتطلبات الغير منطقية والتي لا تتناسب مع الدخل يعني هذه المشكلة الكبرى يعني اليوم عندما يكون لدينا منصة عمل إسلامية تعمل من خلال إطار وقانون حقيقي يؤمن الازدهار ويؤمن النمو للشعوب سوف تنجح في نهاية الأمر يعني هذا هو المنطلق هذا باختصار موضوع المشروع الذي طرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكرا لكم سيد جلال بكار الباحث لاقتصاد التركي على هذه المشاركة حلو والشكر موصول لكم على حسن متابعة دمتم بعملها اشتركوا في القناة